بدأت في العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم أعمال قمة المناخ والتي شارك فيها رئيس الوزراء حيدر لعبادي إلى ذلك أشهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكغون في كلمة أمام موثلي الدول المشاركة بالقمة أشهد بجهود العراق في القضاء على تنظيم داعش مؤكدا أهمية الوقوف مع العراق وتقويته في المرحلة المقبلة وقال مكتب العبادي في بيان إن الرئيس الفرنسي وخلال كلمة أمام مفود الدول الحاضرين في قصر الإليزي أشهد بجهود العبادي والقوات العراقية في القضاء على تنظيم داعش مجددا دعم بلاده للعراق حتى تحقيق الاستقرار فيما دعا الدول المشاركة في القمة للمشاركة في دعم العراق وإعادة إعمار مدنه المدمرة وكان العبادي قد التقى على هامش قمة المناخ في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكغون في قصر الإليزي واستعرضا مرحلة ما بعد داعش وإعمار المدن المدمرة وعودة نازحيها